اشتركوا في القناة الانجاز الذي حققه نادي المحرق العريق بفوزه بكأس الاتحاد الأسيوي للمرات الثانية منوها المجلس بشهود نادي المحرق وما يقدمه من مستويات تعكس تطور الرياضة البحرينية ومكاناتها المتميزة على الصعيدين الإقليمي والدولي بعدها أكد مجلس الوزراء على أهمية مضامين الكلمة التي وجهها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 26 والذي عقد في مدينة كلاسكو بالمملكة المتحدة وما عكسته من رؤى وتوجهات مملكة البحرين في دعم الجهود الدولية لتسخير كافة الإمكانيات وثباد الأفضل الممارسات للتغلب على التحديات المناخية ووضع الحلول المتقدمة للوصول إلى الأمن المناخي الذي تتطلع إليه دول العالم مجددا التأكيد على التزام مملكة البحرين بالوصول للحياد الكربوني بحلول 2060 والتزامات مملكة البحرين المعلن عنها لتقليل الانبعاثات والحد من التغير المناخي بحلول 2035 ودعم المملكة للمبادرات الدولية الرئيسية في مجال التغير المناخي وكلف المجلس اللجنة الوزرية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بمتابعات ذلك عقب ذلك أعرب مجلس الوزراء عن الاعتزاز بما يوالي الأطباء وكافة منتسبية القطاع الصحي بذله من جهود وعطاء إنساني للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين ووجه بمناسبة يوم الطبيب البحريني تحية الشكرين للكادر الطبي البحريني على إسهاماته النبيلة التي لها محلها من التقدير والاعتزاز لدى الجميع إلى ذلك فقد أكد مجلس الوزراء دعم مملكة البحرين لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بطلبها في استضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر تغير المناخ كوب 26 في أبوظبي عام 2023 منوها بما تمتلكه الإمارات من قدرات في تنظيم الفعاليات الدولية وتوحيد الجهود للتصدي لمختلف التحديات بعد ذلك أدان المجلس محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت معالي السيد مصطفى الكاظمي رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق مستنكرا هذا العمل الإرهابي الآثم الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وإثارة الفتنة في العراق الشقيق ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر ما يليه أولا الموافقة على المذكرات التالية مذكرة لجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشريعية بخصوص مشروع قرار بشأن قواعد وأحكام توزيع قطع أراضي مشروع التخطيط أو إعادة التخطيط الذي يتم الاستملاك من أجله على مستحقي التعويض من ملاك العقارات الواقعة ضمن حدود هذه المشروعات مذكرة اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للبيئة في مملكة البحرين ووزارة البيئة بجمهورية كوريا بشأن التعاون البيئي والتي تهدف إلى تعزيز الأنشطة التعاونية بين البلدين في مجالات التكنولوجيا البيئية وحماية التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية وإدارة جودة المياه مذكرة اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشريعية بخصوص اشتراك هيئة البحرين للثقافة والآثار في مجلس الحرف العالمي والذي يهدف إلى الانتفاع من الدراسات والإحصائيات الخاصة بالحرف اليدوية والتي ستساهم في دعم الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بهذا المجال كما سيدعم تسجيل عدد من القرى والمدن البحرينية في مجلس الحرف العالمي مذكرة سعادة وزير الخارجية بخصوص عدد من مذكرات التفاهم مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والتي تستهدف فتح مجالات جديدة للتعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين مذكرة سعادة وزير الخارجية بخصوص عدد من مذكرات التفاهم بين مملكة البحرين وجمهورية البرازيل الاتحادية والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات مذكرة سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بشأن اعتماد جمهورية البرازيل الاتحادية كشريك لمركز خدمات الشحن البحرية الجوية العالمي في مملكة البحرين بالإضافة إلى 12 دولة يسمح للشركات التي تتخذ من هذه الدول مقرا لها التقدم للحصول على الاعتماد كمشاغل لهذه الخدمات مذكرة اللجنة الوزارية لشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على اقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى بعدها استعرض المجلس الموضوع التالي مذكرة سعادة وزير الإسكان بخصوص تقرير التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة حيث يوثق الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين فيما يتعلق بالأجندة الوطنية والدولية في سعيها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 على صعيد مستوى دخل الفرد والتنمية البشرية والمبادرات الاستثمارية الحكومية وزيادة نسبة مساهمة المرأة في القوى العاملة ثم أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية لأصحاب السعادة الوزراء بشأن المشاركة في معرض سوق السفر العالمي 2021 الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن واللقاءات مع المسؤولين عن قطاع التعليم في المملكة المتحدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر